بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية لرفع العبئي عن كهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كهل الأسر المصرية تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة والتي تأتي تحت مضلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وتهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات كل سنة أنت طيبة وديه دي سيادة الرئيس لي كل سنة هو طيب ويجعل المعودينا ولا يستناش أبد يا ربي خليك في طول عمر ونجح مغاز النهاردة لدينا الزباط دخلونا علينا جابيني لنا كارتنا من سيادة الرئيس الله يحميه يعني وباريك له بالتأمن مستابع لأطفالنا لقدامه وبتام المشاريع وبتام الحاجات احنا ما شوفناهش عبلي كيب كل سنة هو انت طيب لهديد سادة الرئيس ليك كل سنة هو انت طيبية كل عام انت طيب وكل سنة انت طيب وربنا يخليك لينا وتحيا مصر تحيا مصر والله يا رئيس انت بتعمل كل حياة حلوة وربنا يحميك لينا وتخليك لينا وتطولنا في عمرك يا رئيس شكرا يا فندم وشكرا للسابت الرئيس وشكرا على الانجازات اللي بعملنانا ربنا يخلي لينا وكل سنة طيب يا رئيس موسيقى شهدت المبادرات توجه مأموريات من مدريات الامن الى القرى والنجوع والاماكن الاكثر احتياجا لتوزيع هذه العبوات التي تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية على المواطنين قاتين تلك المناطق الذين اشادوا بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم نشكر سابت الرئيس الثاني اللي هو فاكر بناس الغلابة وبيدعمنا وتحيا مصر ربنا يا رب نخلي الرئيس نخلي لزارة الداخلية دي تلت مرة تدنى والمبادرة دي اللي بتكرروها على طول وتبقوا معنا على طول وتحيا مصر ربنا يا خلينا عن رئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة تعد احد الاسهامات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية جزء من احتياجاتهم لما قربوا بعيد شعب لقيت في القيد والقلب مايريد وحنا بنحب مصر هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلاد الدنيا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلاد الدنياني يا بلاد الدنيا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلاد الدنيا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلاد الدنيا يا فلادي نرص موسيقى من منطلق المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري بخاصة أفراده الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم لو حتكت أي حاجة تحت عمر قال له يبريك له يكرمه في صحته وعافيته ربنا يخللنا الرئيس ويهادنا على طول يا رب وكل سنة وهو طيق احنا فاجأة كنا بمشكله في الأرض وشغالين باجأ لجينا أستاذ الزبات جايين يريدونا كرتونة تاهي الرئيس وربنا يخليهونا كده يا رب ويعنينا مردوا يا رب هذه هداية كده بسيطة من سيدة رسع فتاح السيسي فلسعون طيب مش هزاي حاجة؟ ربنا يخليه لنا يا رب وانسروا يا رب تاهي يا مصر